استقبل محافظ جنوب سيناء خالد ديفودة السفير البريطاني لدى مصر جاريس بايلي ضمن اللقاءات المتعددة مع صفراء وممثل الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ كوب 27 وخلال اللقاء استعرض محافظ جنوب سيناء الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة من خلال مشروع التحول الأخضر نحو منشآت صحية صديقة للبيئة من جانبه قال سفير البريطاني أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم زيادة أعداد الرحلات القادمة من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ لتصل إلى ألفين سائح أسبوعياً حتى تصل إلى 17 ألف سائح في نهاية نوفمبر 2022 أنا سفير عظيم وسفير كبير هنا دولة كبيرة زي بريطانيا السفيرهم في مصر موجود النهاردة عندنا في مكتبنا هنا في شرم الشيخ في الحقيقة أنا سعيد جداً وكان السبب العادي أن أنا بشرح اللي تم في شرم الشيخ واللي يتم والإجراءات اللي هتم في المناخ واستفسارات وبرد عليها وربدت عليها وشرحت له كمان الموقف الأمني على الخريطة اللي احنا مجهزينها لذلك هنا في المعافظة في فيضان سفراء بيزوروا شرم الشيخ ويستفسروا عن الإجراءات الأخيرة لتجهيز المؤتمر لكوب 27 القادم في شرم الشيخ في بداية نوفمبر اللي جاي ولذلك نستفسر ما هي الإجراءات في الأمن إجراءات في توفير مكان القطع الخاص للشركات الخاصة والمجتمع المدني وطبعاً مشاركات كل الدول ترجمة نانسي قنقر